مشاهدين للحديث عن الموضوع معنا من الكويت العقيد المتقاعد رائد رومي مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية عقيد رائد مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا إلى ماذا تعيزون هذا التزايد ولماذا من نيجيريا تحديدا مساء الخير أمسي عليك ومسي على المشاهدين شوفي القارة الأفريقية ليست بجديدة يعني على الساحة الإلكترونية لمسنا كثير من الهيستري والتاريخ اللي نشهده من هجمات من هذا النوع من القارة الأفريقية ابتداء من هجمات على الأفراد عن طريق السوشال ميديا في الرسائل الوهمية اللي تقول لك مثلا نحول لي مبالغ مالية أو أني أنا بطلع ورث أو عمليات قسيل أو مال أو أنه يمكن يعني في بعض الرسائل المضحكة أنه يعني أبوها توفى مثلا وتبيت تحول الورث إلى دولة أخرى وغيرها من هذه القصص اللي ممكن يصيدون ويحتالون على الناس وبالتالي الهجمات اللي لمسناها واللي ذكرها التغرير هي هجمات أقل بها اعتمدت على البريد الإلكتروني ليش البريد الإلكتروني؟ البريد الإلكتروني هي أهم بوابة وأسهل بوابة للقراصنة يدخلون من خلالها إلى هذه المنشأة وبالتالي تنفيذ مهامهم شلون تصير السيناريو؟ أقدر أقول لي شان السيناريو شون راح يبدي في العملية يبدون الهيكرز هذولي في البحث عن التاركت أو الهدف والتاركت هذا ممكن يكون شركة ممكن يكون أفراد وبالتالي يقومون بعمليات هندسة اجتماعية على هذه الشركة وعلى هذا الفرد ويجمعون معلومات كثيرة عنه معلومات عن الشركة معلومات مالية معلومات إدارية صفقات إلى آخر من هذه الأشياء إلى أن يبدون يحددون أن الشركة X مثلا هي التاركت للهجمات ثاني شيء يبدون فيه يحاولون البحث على الأشخاص في هذا الشركة للتوصل عن طريق الإيميل وأرسالهم بريد إيميل في برمجيات ضارة وأكبر مصدر نقدر نعتمدون عليه الهيكرز وهو تطبيق لينكد إن اليوم أقلب الشركات حط موظفينها أو الموظف عند حساب في لينكد إن أنه ممكن يكون هذا الشخص تقني أو يعمل في الـ HR أو غيره من الأماكن الحساسة اللي ممكن عن طريقها يوصل الهيكرز إذن بعد ما الهيكرز يحدد التاركت يبدأ يرسله رسالة مزيفة في رابط مزيف في برمجيات مخفية لا يمكن أن يتتبعها أو أن يصيدها النظام الأمني اللي موجود عنده وبالتالي يزرع هذا الفيروس بل أشد من ذلك بعض القراصنة يتربصون في هذه الشركة بانتظار الوقت المناسب واللحظة المناسبة اللي تقوم في هذه الشركة في طلب موظفين معينين للتوظيف في هذا القطاع وبالتالي يرسل لقطاع الـ HR مثلاً إيميل في الـ CV مالة الشخص وهذا البرنامب أو الـ CV اللي موجود الـ Attachment منت الفايل يكون في برمجيات ضارة طيب البرمجيات الضارة هذه ممكن تنقسم إلى نعم تفضل تفضل تنقسم إلى كم قسم نعم أي الأقسام ممكن نسميها الفدية الخبيثة اللي احنا شفناها الهجمات اللي صارت على أوروبا اللي كانت تشفر الـ Hard Disk والبيانات اللي موجودة في السيرفرات وتطلب مقابل فك هذه التشفير مبالغ مالية لكن الطريقة الثانية اللي هي تجسس على البيانات ولها ذي شقين التجسس على البيانات في قراصين يتجسسون على هذه البيانات الخاصة في شركة كتداول المراسلات الداخلية أصول الشركة الأبحاث العلمية اللي عندها تأخذ هذه المعلومات وتبيع حق شركات منافسة أو تستبز الشركة هذه في مبالغ مالية مقابل هذه البيانات طيب عقيد رائد والأخطر اليوم هذه الجماعات بلغة الأرقام عذرني على المقاطعة عقيد رائد بكل الطرق اللي ذكرتها حضرتك بلغة الأرقام عن كم تقريبا أرباحنا تحدث هؤلاء الهكرز يحققوها سنويا مثلا أرباح طائلة صراحة لو ما لقوا هذه الأرباح لما خدوا هذا المجال ليش الهكرز يتجهون إلى الشركات أكثر من الأفراد الشركات اليوم عندها مبالغ كبيرة مالية وتحويلات مالية من شركة X إلى Y اليوم الهكرز يعني عندهم برمجيات خبيثة يسمونها عشان أوضحها للمشاهدين man in the middle البرمجيات هاتش تسوي تدخل الشركة تتجسس على المراسلات اللي موجودة في الشركة تتعرف على الطبيعة والإنفايرومنت مات الشركة المراسلات ما بين CEO مثلا المدير التنفيذي مع الـ HR مع المالية العقود المراسلات وتدرس السلوك شبكة البريد الإلكتروني وبالتالي تنتظر اللحظة المناسبة أن الإيميل هذا يمر على هذول الهكرز قبل أن تمر على الشخص المسؤول وبالتالي ممكن المجموعة هذه يتغير جزء حتى من هذه الرسالة ونلقاها هذه وصارت أكثر من مرة الشركة تدفع شركة X مبالغ مالية الهكرز يطلعون على هذه الرسالة قبل الشركة ويغيرون حتى لرغم الحساب والجهة ويدزونهم إياه طبعا هو كشخص موثوق الشركة راح تعرف أن هذا شخص موثوق ويجب شخص موثوق وبالتالي راح تحول للمبالغ المالية إلى مكان خطأ عقيد رائد من المسؤول عن التصدين مثل هذه الهجمات وتقييمك للدور العالمي في التصدي لها نعم شوفي الجنس البشري هو الحلقة الأضعف في منظومة الحرب الأكترونية وهما أكثر شيء الهكرز يعولون على هذا الضعف عن طريق الهندسة الاجتماعية والخداع النفسي يعني لابد من وجود تعاون دولي ما بين الدول في تبادل المعلومات وتحليل الهجمات وإعطاء أفضل الحلول وتعميمها إلى هذه الدول تفعيل دور الانتربول شرطة الانتربول في متابعة وملاحقة هذه القراصنة لأن كثير من هذه الدول ومنها نيجيريا ودول كثيرة بأفريقيا لا يمكن الشرطة هناك أو الجهات الأمنية أنها تصل للفاعل أو ما في تعاون كبير ما بينها وما بين الفاعل لذلك لابد أن القطاع هذا يحقق الكثير من القطوات الأمنية شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة حدثنا من الكويت العقيد المتقاعد رائد الرومي مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر